في لقاء خاص مع أخبار الآن دعا وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقية فرياد راونزويندي المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الآثار المسروقة والتعامل بحزم مع تجارة الآثار غير المشروعة التي سرقها داعش من المدن العراقية يعني الآثار التي مسجلة لنا نعم لدينا الإحصائية لكن كان هناك تنقيب غير شرعي من قبل داعش ومن قبل عصابات أيضا ليس لدينا إحصائيات ونحن دائما في كل المناسبات نناشد المجتمع الدولي من أجل التعامل بحزم وإرادة قوية مع التجارة الذين يقومون باتجار غير مشروع بالآثار وهناك بعض الآثار حتى هي مسجلة لكن نرى بأن صالونات المزايدة في المنطقة وكذلك في العالم تقوم بالمزايدة على هذه الآثار ونحن عندما ترسلنا الأخبار والمعلومات نوقف مثل هذه المزايدات لكن أستطيع أن أقول بأن أكثر من 15 ألف قطعة أثرية لحد الآن مفقودة من الآثار العراقية ترجمة نانسي قنقر